ومن الطريف في يوم افتتاح النادي الاهلي يوم الجمعة 26 فبراير 1909 ميلادية الموافق 6 صفر 1327 هجرية أن صحف الأهرام ومصر الفتاة الصادرة في اليوم ده كان فيها شيء لافت للانتباه صحيفة الأهرام صدرت وبها التاريخ القبطي 19 أمشير 1625 قبطية وده مظبوط لكن التاريخ الهجري اتكتب غلط فالمكتوب 5 صفر 1327 هجرية والصحيح أنه 6 صفر مش 5 صفر بينما صدرت صحيفة مصر الفتاة وبها التاريخ الهجري 6 صفر 1327 هجرية وده مظبوط والتاريخ القبطي اتكتب غلط فالمكتوب 20 أمشير 1625 قبطية والصحيح أنه 19 أمشير مش 20 أمشير إزاي ده؟ ما نعرفش صحيفة أخطأت في التاريخ الهجري والتانية أخطأت في التاريخ القبطي حاجة غريبة قوي نيجي لحاجة تانية بمناسبة افتتاح الأهلي عام 1909 في العام ده صدرت مجموعة عمولات معدنية مصرية زي ربع عشر القرش يعني ربع ملين عارفين الملين؟ القرش عشر ملين مين فيكم شاف الملين؟ يمكن في أطفال في أوائل السبعنات احتمال يكونوا شافوا الملين واختفى من خمسة واربعين سنة تقريبا ربع عشر القرش قدامكم على الشاشة هو وصدر كمان نصف عشر القرش يعني النص ملين وصدر عشر القرش يعني الملين وصدر القرش وعملة معدنية كمان بقيمة عشرين قرش تعالوا بقى كمان نستعرض صورة مصر وشوارعها في عام افتتاح الأهلي سنة 1909 ده محل بوسط القهرة وده محل تاني في منطقة شعبية وده مسجد ابن تغري بوردي وده شرع تحت الربع وده السقق عند الأهرامات أيوة السقق كانت الناس بتشرب المية عن طريق السقق والبيوت بتاخد المية من السقق وجميل اننا نذكر في عام افتتاح النادي الأهلي عام 1909 ان فيه اندية شهيرة جدا اتأسست زي اف سي ايندهابن الهولندي وريال سوسيداد الأسباني وهمفد الماجري وده اللعب فيه بوشكاس وهديكوتي طبعا كلنا عارفين هديكوتي المدرب الشهير اللي كان بيدرب النادي الأهلي في السبعينات واللي طلع من تحت ايده جيل من اعظم الاجيال اللي شفناها في كرة القدم وفيه كمان ليفانتي الأسباني وبولونيا الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني وبوليستا البرازيلي وانترناسونال البرازيلي ده اللي لعب معاه الأهلي في كأس العالم للأنديه عام الفين و ست